وطبعا دلوقتي انا هوريك فيديو. الفيديو ده هيجننك حرفية. مش اي حاجة عينك تشوفها لازم تصدقها. ايوة زي ما انت ما سمعت كده بالزبط. مش اي حاجة تشوفها حتى لو شفتها في فيديو. لازم تصدق الحاجة دي. لان احنا دلوقتي بقنا في عصر الزكاية الاصطناعي. والزكاية الاصطناعي تطور بشكل ملحوظ. ودلوقتي انا هوريك حاجات لا يمكن عقلك يصدقها. الحاجات دي تقدر تعملها بالزكاية الاصطناعي. كل اللي انت بس بتعمله. اللي انت بتحدد اي حاجة في الفيديو. وتدي امر. الحاجة دي بتتعدد للحاجة اللي انت عاوزها. بضغط زر واحدة بس. وكل سهولة. يعني كنت الاول لو انت عاوز تخفي مسلا البرواز الوردة. فانت لازم تدخل على البرامج بتاعة المونتاج. وتبدأ بقى تمشي فريم فريم. وطبعا بياخد منك وقت ومجهود كبير جدا عشان تشيل حاجة زي كده. ولازم بقى تمشي واحدة واحدة مع الفيديو. طبعا بياخد منك وقت ومجهود كبير جدا عشان تشيل حاجة بس من الفيديو. دلوقتي بضغط زر واحدة بس تقدر تشيل الحاجة ديت وتعدلها لأي حاجة انت عاوزها. فانت مش اي فيديو تشوفه تصدقه على طول. لازم تتأكد من المذاكرية الفيديو ده. وطبعا دلوقتي انا هوريك فيديو. الفيديو ده هيجننك حرفيا. موجود شوية ادوات هتتضاف طبعا في برنامج ادوب بريمير. برنامج الشهير في المونتاج. والناس اللي ما تعرفش برنامج ادوب بريمير. ده برنامج مشهور جدا في المونتاج. بنستخدمه طبعا. وفي ناس كتير اقوى بتستخدم البرنامج ده. زي كمان البرنامج ده بيستخدم في عمل الافلام. وبستخدم في عمل حاجات كتير جدا. فاي حد يقدر يمنتج من خلال برنامج ده. الحلقة دي معمولة بهدف التوعية. بحيس ان انت الحاجات اللي هتشوفها دلوقتي معايا. الحاجات ده تعرف انها بتتعمل بكل بساطة. وكل سهولة. ولو شفتها ما تصدقش ان الحاجة ديت اصلية. لازم تتأكد من مصدقية الحاجة اللي انت بتشوفها. ويلا بينا دلوقتي تشوف فيديو خطير جدا ومهم جدا. لازم تشوف الفيديو ده. ما تنساش طبعا كبات القهوة واللاياك الجميل. ويلا بينا. عاوزك تركز جدا في الفيديو زي ما انت ما هتشوف دلوقتي هيبدأ يعمل ببرنامج ادوب بريمير شوية حاجات كلها عبارة عن ضغط زر واحدة. يعني زي ما انت ما شوف دلوقتي العلبة نفسها هيبدأ يعلم بس على حاجة في العلبة زي ما انت شايفين المجوهرات. وهيدوس على كلمة اد. هيبدأ بس يحدد. هتبدأ المجوهرات دي تزيد في العلبة. والفيديو هيشتغل عادي جدا بدون اي مشاكل. هو دلوقتي هيبدأ يكتب بعض الكلمات طبعا بيوضح للزكاة للصناعة ويعمل ايه? زي ما انتم شايفين العلبة تحولت. ويقدر كمان يشغل الفيديو. والفيديو هيبني ان هو حقيقي بنسبة مية في المية. ودلوقتي زي ما انتم شايفين برضو هيستخدم اداة. الادة اللي هو هيستخدمها هيقدر يعمل رموف لاي حاجة موجودة في الفيديو. وطول الفيديو الحاجة دي هتختفي تماما. زي ما انتم شايفين دلوقتي الحاجة اختفت تماما. ويبدأ برضو يشغل الفيديو. مفيش اي مشكلة. ومش تعب تفرق ما بين الفيديو الاصلي. والفيديو اللي متفبرك او اللي متشل منه الحاجة. زي انتم شايفين برضو دلوقتي قدر يغير الساعة. اي حاجة بقى على هذا المنوال قدر يغير البدلة في فيديو كامل. وتقدر تشوف كل حاجة في الفيديو زي ما هو عدلها. يعني لو عدل حاجة بتتعدل في بقية الفيديو. ده فيديو مقصوص يقدر يكمله. يعني لو ده اتخذ شط معاين الشط ده بيكمله زي ما انتم ما شايفين. يبدأ برضو يشغل الفيديو الحتة المقصوص مش باينة خالص ان هي ما كانتش موجودة. وازد كده الصناعة قدر يكملها. زي ما انتم ما شايفين برضو الادا دي يقدر يكمل بها بقية الفيديو. وهيبدأ يضيف المشهد اللي هو عاوز يضيفه. زي ما انتم ما شايفين المشهد بيبنى عادي جدا ان الشخص بيتحرك فيه. وهنا الادا ديت هيبدأ طبعا عن طريق شهد جي بي تي. هيبدأ يضيف شوية كلام ويبدأ اعدل الخلفية نفسها اللي هو بتفرج عليها. يعني المشهد موجود قدامه خلفية. بدأ يضيف الخلفية ديت زي ما انتم ما شايفين. دي مكادش موجودة في المشهد هو بدأ يضيفها. قدر يضيف سيارة اكد انه سيق سيارة بالزبط في نفس المشهد اللي هو عمله. كده كنت هت حلقتنا النهاردة دمتم في امان الله. اشتركوا في القناة